ملك الساحة تسمية اطلقها المتظاهرون على ما يعرف بالتوكتوك الذي اسعف الكثير منهم وانت تتجول قرب ساحة التظاهرات والاعتصامات في كربلاء تجد عشرات الشباب وهم يقودون التوكتوك وينقلون المارة مجانا بالاضافة الى نقل السلع الغذائية لساحة الاعتصام جاي ننقل مجاني ننقل مواد غذائية ننقل مي ننقل الناس الكبار العجوز الشاي يعني هاي صاغلنا من يوم 25 الى هذا اليوم كلها شغلنا مجاني لا نأخذ فلوس ولا هاي وإحنا ويا المتظاهرين هم متظاهرين بس جاي نساعد العالم بالتوكتوك هذا من نقدر عليه ما عدنا شنو فضل التوكتوك عالتظاهرات اليوم والله هي فاضة العالم يعني هي فاضة العالم يعني هنا ماكو وسيلة تنقل تذكر تلو ماذا تذكر قاعد نودي بيهم من نقاط المعلمين من القطع قاعي وقفون ما يخلهم يطبون نحن نقل بيهم نقل بيهم جرح قائدو هذه العربات التي اشتهرت اثناء الاحتجاجات قالوا عبر عدسة التغيير انما دفعهم لتسخير انفسهم وعوقاتهم للتظاهرات هو حب الوطن مؤكدين في الوقت نفسه عدم استلام الاموال مقابل هذه الخدمة احنا جالسا ننقل الجرحة بالنسبة للتكاتك دخول ما يخلونا ندخل يعني جامات لا يخلونا عندها جامات بلوس مدائل ما لا ناخذ من العالم مجانا جاي نشتغل مجانا فهم معادينا يعني سوين ماكو واحد يشتغل ليكسون جامته لو ياخذونه يتاقلونه فاحنا شوية يريدون تسهيل امر يعني انا ساعة عندي اربع جهال اشتغل بتكتك عايش عتكتك احسن ان ابو التكتك ماكو هذا المتظاهر قاعد يوقع هو يشيله وببلاش ماكو لا داعم والخاف واحد يجي ويقول لك اكون داعم وانا طيوم وبغانزيل مدرشونه كل من من جيبه يعطوا التكتك ماكو اشي المتظاهرين اي البار حم اكو وقعوا شماحي شالوهم اجابوا التكتك شالو وراح لا اسعاف ولا مدرشونه ويوم بعد اخر اصبح التكتك احد ابرز ايقونات الاحتجاجات العراقية الشعبية ضد الفساد والمحاصصة السياسية من كربلاء وليد الصالحي التغيير